هو الفيلم كله بيقول انه مراجعة الافكار دي حاجة كويسية جدا طول الوقت انك ما تعنيتش في الغلط بس لو معاك حق اعنت في الحق لو هتخسر اللي وراك اللي قدامك لو هتعنت في الحق وانا بشوف ان عبدالقادر الجن قريب مني في الحتة دي انا من شخصيات العنيدة جدا بس اتمنى ان اكون عنيت في الحق لان انا لو في حاجة مش هعملها والله لو ايه مش هغير كلامي ابدا مهما حصل الكلمة اللي بقولها انا واثق فيها فما بغيرهش مهما حصل فهو من هنا بيجي تشابه بيني وبان عبدالقادر الجن انما هي شخصية مشروحة مخرج كبير زي مران حامد الحقيقة كان محدد اللي جام بتاع الشخصية في انفعلتها وان هي تروح لحد فين سواء فوق او تحت فكنت في ايد امينة الحقيقة انا عارف ده ده اللي الناس هتقرروا دايما مش انا اللي بقول انا نضيفت لا هي دي دايما بتطلع بقى بعد لما الناس تتفرج على الفيلم انما العمل مع مروان ومراد احنا طالما اتفقنا على السيناريو دي ودي من الحاجات اللي بتعجبني جدا وحب ان انا اشتغلها هي مش مدرسة كل المخرجين انما يعني مثلا زي مروان زي لوست الشريف مثلا اللي هو السيناريو طالما اتفقنا عليه بقى لك خلاص لما هتيتغير فيه مش بالسهل اوي انك تغير فيه لازم بيبقى بالاتفاق طبعا مع المخرج وانا من الناس اللي اتربيت ان المخرج في السات في التصوير هو الكلمة الاولى والاخيرة فلو حبيت تضيف اوتام لازم بيبقى بالاتفاق بالمخرج مش بمزاجك وده العادي على فكرة في اي افلام يعني بعد هجمة مرتدة او قبل الاختيار اكيد بس نتيجة لظروف السفر فخلانه هو يتعرض في التوئيد ده فهي مش يعني مش حاجة منظمة او حاجة انا حاسبها انما هي الظروف جات بالشكل ده كعرض انما كاختيارات اه طبعا لو تعرض عليها اعمال وطنية تاني بعد كده وجدنا هعملها برضو طبعا اشتركوا في القناة